جو تيتشر تعليم بلا قيود بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم يا مؤلم آدم علمنا ويا مفهم سليمانا فهمنا تكمنا عافية شباب وصلايا نستكبل وين وصلنا وصلنا لعند إشي اسمه المفاتيح والضواغط الآن هاي المفاتيح والضواغط أنا بستخدمها في مين؟ في أنظمة التحكم الصناعي لما بدي أعمل كنترول لإشي معين طيب مهندس هو شو الفرق بين أنظمة القوة وأنظمة التحكم؟ باختصار شديد يا شباب أنظمة التحكم هو أنا مثلا بدي أطفي مصنع أشغل مصنع تمام؟ تمام فرح أجي رح أستخدم مفاتيح قواطع وكل هاي التفاصيل بينما أنظمة الباور على سبيل المثال لو بنحكي عن أنظمة القوة فأنا قاعد بنحكي عن المشين نفسها مثلا طيب بدنا نأخذ هسا ما يسمى بالمفاتيح والضواغط المفاتيح والضواغط إلها أنواع فرح نيجي نأخذ أول نوع منها بس بديك تركز بشغلة إنه إحنا هنا في الكلام اللي بنحكي عنه حاليا الرسم مهم شو قصدك في الرسم مهم؟ يعني الرسمات اللي أنت بتشوفها قدامك هاي جدا 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 مهمة طب ليش مهمة؟ لأنه ممكن بكل بساطة أنت تكون بتدرس و بتنحت وأمورك طيبة فجأة في امتحان الوزارة شو تلاقي يعمل لك؟ فجأة في امتحان الوزارة تلاقي قيل لك هذا شو هو هذا اللي قدامك؟ فبكل بساطة وسهولة وسلاسة بتتعامل مع السؤال كالتالي إنه هذا المفتاح اللي قدامي بيشتغل ON و بيشتغل OFF يعني بيشتغل ON و بيشتغل OFF ومن الON و الOFF كم موضع يعني يا شغال يا طافي كم موضع بنسميه مفتاح إيش؟ موضعين ليش مفتاح موضعين؟ لأنه الموضع الأول أن يكون طافي والموضع الثاني يكون شغال فلو جاب لي هاي الرسم اللي قدامي في امتحان بدأعرف إنه هذا مفتاح أبو إيش؟ أبو موضعين أبو موضعين طيب باجعه هذا المفتاح فرح أشوف قدامي مكتوب عليه واحد صفر اثنين يعني إلو حالة الأولى يكون فيها شغال عفوا اللي هي الواحد شغال بسرعة معين الحالة هاي بيكون فيها طافي اللي هي صفر والحالة الثانية أن يكون شغال بسرعة أعلى من الأولى فكم موضع هذول؟ بتقولي هذول ثلاث مواضع كيف أعرفه؟ تعال عدي يلا هاي موضع اللي هو واحد موضع وصفر موضع واثنين برضو موضع أوكي أوكي مهندس طيب هذا مفتاح كم موضع؟ ثلاث مواضع اتفقنا طيب نيجي الآن لإشي اسمه ضغط التشغيل خوفي عليك من وين؟ من هاي اللي هون شو هاي موهندس؟ هاي رسمته طيب كيف هاي يعني؟ ليش هيك شكلها؟ شوف كيف شكلها؟ طبعا هذا ضغط شو الفرق بينه بين المفتاح؟ هيك المفتاح بيكون شكله ها؟ يكون فيها إعاقة الرجوع الذاتي مش مشكلتي هاي مشكلتي هون طيب هاذا ضغط تشغيل ولا ضغط إيقاف؟ الآن كرسمة زي هاي مستحيل يجيب لك إياها طيب ليش مستحيل يجيب لك إياها؟ لأنه هذا اللون أخضر طب في امتحان الوزارة امتحان لونه أبيض و أسود ما رح يطلع أخضر معه فلو بدي أجيب لك سؤال رح أجيب لك عن هذا هذا المفتاح إذا أنا بضغط عليه شو بعمل؟ بسكر فلما يسكر رح يشتغل فشو اسمه؟ ضاغط تشغيل ضاغط تشغيل لا يغرك إنه مفتوح لما بكبس عليه رح يشغل فاسمه ضاغط تشغيل علم؟ علم طيب نيجي لضاغط الإيقاف ضاغط الإيقاف زي ما أنت شايف هو أصلا وضعه الطبيعي إنه إيش يكون يا شباب إنه يكون واصل يعني وضعه الطبيعي هو إنه يكون واصل بس إذا أنا بضغط عليه رح إيش يصير فيه رح يفتح يعني إنت هسه هون تعال إضغط على هذا رح تلاقي يفتح فبالتالي هالضغط شو؟ هذا ضاغط إيقاف وغالبا بيكون في أنظمة التحكم عندي اللون الأخضر تشغيل واللون الأحمر إيقاف تمام تمام طب نيجي هون لمصابيح البيان مصابيح البيان اللي هي لمبات الصغيرة هاي اللي من خلالها أنا رح أعرف إنه هالماكنة شغالة طافية ولا متعطلة تمام مية بالمية وهاي من أنواع اللي هو بتيجي ضاغط ومصباح بيان سوية يعني طلع هذا بيكون مثلا ضاغط لونه أخضر هيك بيجيها أنا بأكمس عليه وبضوي بنفس الوقت فهذا بسميه مصابيح البيان والضاغط بنفس الوقت علم علم الآن في بعض الأنواع هاي زي ما احنا شايفين هاي بعض الأنواع حيانه بتكون أنا يعني معطيها أكثر من سيستم بتقوم لي بأكثر من وظيفة في أن في نفس الوقت تمام من برضو من مفاتيح التشغيل من مفاتيح الإيقاف ومع مصابيح البيان اللهم صليعنا سيدنا محمد هاي كهنت بسيطة هذا سؤال وزاري ومتوقع السنة هاي بصراحة ومهم جدا ليش مهم جدا يا مهندس لأنه لما آجي أنا بدي أجيب سؤال زي هذا راح أجيبه ليش راح أجيبه لأنه أول شغله هذا ضاغط لستوب لأنه عندي اميجينسي او الاميجينري او احنا لما ندخل على مستشفى بنشوف هاي الكلمة اللي هي معناها طوارئ او طارئ هاي الكلمة اللي هي ضاغط إيقاف حالة الطوارئ اللي هي امي اميجينسي ستوب تمام اميجينسي ستوب علم علم طيب التصوير متعب يا شباب والله متعب التصوير يعني كمية الحلقات اللي رزتلكم رهيبة جدا فأنا من كلمة ستوب او من كلمة اميجينسي راح أعرف أنه هذا ضاغط للطوارئ ضاغط مين طوارئ مكرر وزاري طيب اللهم صلى الله عليه وسلم هذا طبعا لما بسين عندي حائر طارئ راح أكبس عليها عشان يطفي مباشرة في بعض الأحيان أنا بستخدم هذا في أوضاع الرافعات الرافعات بدي أرفع إشرة فوق أو بدي أرزل إشرة تحت في بعض الأحيان مثلا عندي خلال المباشرة بدي أفصل لأوقف فهذا من أنواع اللي هي الروافع أو الأشياء اللي بستخدمها للرافعات الآن عندي هون زامور التنبيه ومصباحه نفس اللي بكون فوق سيارة الشرطة إذا بتلاحظ تكون عليها زي أهميتها لما أنا مثلا بكون قاعد بعمر في مثلا خلينا نسميه مجمع كبير أو مبنى عالي جدا فبتلاقيني حطيت على الروافع والأشياء اللي بتنزل هذا اللي هو الضو اللي بيطلع برضه بنفس الوقت من النصوات شو الفكرة أنه ممكن يكون في ضجيج فممكن يسن عندي حدث أو خلل مباشرة فكيف بدي أخلي العاملين أو المهندسين يدركوا أنه في خلل من خلال زامور التنبيه ومصباحه هذا سؤال وزاري ركز معي مفتاح القدم الرسمات شباب شباب الرسمات مهمة جدا مفتاح القدم ركز معي هاي الرسمة أنا يعني بعتقدينها مهمة من خلال هاي مفتاح القدم بيختصر شديد أجلكم والله هو عبارة عن مفتاح بدعس عليه برجلي بيفصل تمام تمام رسماته مهمات هذا مكرر وزاري جدا 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 بسميه مفتاح نهاية الشوط هذا بحمي فيه الأجزاء المتحرك يضمن المكينة اللي بتتحرك فيه رينج معين إلها مسار معين تتحرك فيه تمام تمام زي ما احنا شايفين هاي أشكاله طيب شو بدي جيبني سؤال عليها مهندس هاي جابوا سؤال وزاري للمرة الماضية وقالوا لهم هاي شو باكترف نهذا مفتاح نهاية الشوط المفتاح الحدية نفس الفكرة فيها ترامسات مفتوحة وترامسات مغلقة الفكرة أنه يكون فيها ذراع مين الحدي فصفة عندي أنا هون في هاي الوحدة قاعد عمين بركز قاعد بركز الشباب على الرسمات الرسمات كتير 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 مهمات في هاي الوحدة طيب طبعا هون بعض المفاتيح اللي هي الفصل والتشغيل زي ما انت شايف هاي بعض الأنواع اللي شوي هسه هون هذ الكلام هسه برضو اعتمادي الكل هيكون على مين على الرسمات تمام فش شي يصل لك عنه بصراحة هون هسه هون العناصر اللي أنا باستخدمها عشان أوصل وأشبك من خلالها هاي زي ما انت شايف هاي اللي من خلالها اللي هي المرابط اللي هي بتكون عند البوز تبع السلك لما بدي أعمل سلك مثلا وأحميه من طرف المدخل أو المخرج تبعه الامبوت أو الاتبوت فرح يكون عندي اللي هي مين بنسميها المرابط أو المداخل الكابلز طيب هاي زي ما انت شايف فهي عبارة عن أنابيب حلزونية الامبوب هيك اللي بكون شكله هذا ما سميه امبوب ايش ماله حلزوني طيب يعني فش شي احكي لك يا بصراحة عن هاي التفاصيل اكتر من انها هي عبارة عن شو عن رسمات بتهمك هون عندي حاملات الاسلاك حامل الاسلاك اللي هو البربيش البلاستيك اللي بنمد من خلاله الاسلاك بنسمي حامل الاسلاك طيب هون شو هذا حامل الاسلاك هذا حامل وبيخرج منه ايش تفرعات بطلع منه الاسلاك تمام تمام عندي ايش يسمه السكك الحديدية السكك الحديدية هي عبارة عن شو عبارة عن زي حديدة من وراء بتيجي وبركب عليها القاطع انا بيجي هيك يعني القاطع بركب عليها يعني زي قاعدة عشان اركب عليها القواطع طيب عندي عظمات الربط والتوصيل هاي الى عظمات اللي من خلالها بدخل السلك وطلع من خلالها السلك بغض النظر الرسمات هون هي اللي بتهمك ما في ايش ينشرح هون بصراحة بس بارات التغذية هي عبارة عن قطعة معدنية من النحاز غالبا ومن خلالها رح اوصل غالبا 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 في الهندسة بنوصل عليها الخطمين الاغذي مهم جدا مش مهم منك ترف شو بنوصل عليها بس لازم تعرف انه هذا هي عبارة عن حديدة من خلالها انا رح اوصل وبتوخد تيار بي في سي كابل هاي اللي انا باستخدمها لمثلا الاماكن اللي بيكون فيها شغلات مرينة يعني على سبيل مثلا انا بدي اصنع كابل تطلع فوق السيارة وتمشي من فوق السيارة من غير ما يتأثر فبس نوعه بشكل مسطح او مرين او في بعض لاحيان مثلا انا بدي اعمل زي الكابل هذا والفه على اشي هايدروليك بيطلع لفوق وينزل لتاحت بتحرك كثير فرح استخدم الكابلات اللي هي ايش المرينة اللي هي ما بتنقطع بسهولة هو انا عندي المكابس اللي بكبسها على راسية السيارة يعني ممكن يكون عندي سيلك هياك نهاية السيلك هذا بس انا هذا السيلك بدي اوصله مع سيلك ثاني بس مش مش يعني هذا السيلك غير عن هذا السيلك فشو بتجيب بتجيب راسية نفس هاي الرسية تمام بحيث انهم يركبوا ببعضهم البعض فرح استخدم شو راسيات واللي هو المكبس طبع الراسية على السيلك عندي هون العوازل الحرارية للسيلك احنا نصر المفروض انه لما انا اجي اوصل سيلك بسيلك مش اروح الف بتب هذا التب مش اشي هندسي ولا شو المفروض المفروض اني اجيب اللي هي العوازل الحرارية اللي هي بتكون عبارة عن زي اشي بلاستيك من دخله بعدين من سيحه من ذوبه او من سخنه فبكمش على اللي هي مكان التوصيل فيما بين السيلكين ارقام التعليم في مجال الاتصالات هذا الكلام مهم جدا في مجال مين للاتصالات زي اللي مثلا لما يجي مد لك سيلك فايبر فبتلاقي انه في مئة الف سيلك عنده جوه العلبي اللي بمد منها فكيف بدو يعرف انت اي سيلك اخد لك فبكون انا مرقم كل سيلك مرقم كل سيلك بحيث انهم ايش ما يضيعوا هيك ان شاء الله تعالى الوحدة انتهت بهمك منها كثير تعرف الكونتاكتر تعرف التفاصيل تعرف المنفاتيح المغلقة المنفاتيح المفتوحة تعرف كل هاي التفاصيل وتلقي نظرة على الرسمات حتى تكون انت في المطلق ادركت شو اهمية هاي الوحدة الرسمات مهمات نشوفكم ان شاء الله على خير في الوحدة الاخيرة يعطيكم الف الف عافية سلام